قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أخرون بجروح نتيجة انفجار استهدف مكتب هيئة القلمون ببلدة عرسالة لبنانية وتضاربت الأنباء حول سبب الانفجار حيث قالت بعض المصادر الإخبارية أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة فيما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن سبب التفجير هو سيارة مفخخة أوقفت أمام مبنى الهيئة ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وحصر عدد الضحايا